نادي زمالك النهاردة مجلس إدارته اجتمع برئاسة الكابتن حسين اللبيب ونقشوا بعض الملفات الخاصة بالنادي واتخذوا بعض القرارات المهمة أبرز هذه القرارات اللي أعلنها مجلس الإدارة عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي هي كالتالي تسويت مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول اللي هو أخوان كارلوس أسوريو ومساعده فريدي هريرة وإنهاء التعاقد بالضراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم التوجيه الشكر لهم ومرة أخرى أنا لست من هوات تكرين لما انفرضنا وإحنا انفرضنا وإحنا انفرضنا بقول دايما إن إحنا من الناس الصبقين اللي من الناس الأوائل اللي قالوا الخبر ده وقت ما كان فيه ناس كتير بتقول إنه أسوريو هيقاضي نادي الزمالك قلنا لكم هنا إنه أسوريو مع محامي عايزين يخلصوا الموضوع بشكل ودي مع الزمالك عشان ما ياخدوش وقت كبير في الإجراءات القانونية ضد نادي الزمالك وبالتالي هم وفقوا على التسوية اللي طلبها نادي الزمالك بتخفيض مستحقات أسوريو وياخد باقي مستحقاته بالكامل وهو مسافر وده اللي حصل بالزبط وبالتالي الأمور خلصت بشكل ودي وقلت لكم أيضا إن الزمالك كده كده هيخلص موضوع أسوريو بشكل ودي مش هيسيب أبدا أسوريو يتجه إلى المحكمة الرضاية أو ياخد أي إجراءات ضد نادي الزمالك عشان الزمالك ومجلس إدارته الحالي عنده من الملفات المفتوحة ما يكفي فما كانوش عايزين يبقى فيه ملف مفتوح جديد فكي كي كي الموضوع هيخلص حقيقة كمان في مجلس الإدارة خدوها النهاردة وهو الموافقة على نقل مباراة الزمالك مع فريق نادي سوار بطل غينيا اللي كان مقرر إقامتها بكودفوار عشان تقام فيه القاهرة يوم 3 ديسمبر إن شاء الله 2023 كمان الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخللوا 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على القرى كمان قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع النشئين وأيضا الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية والأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي وتشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإقراءات القانونية ضمانا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي كلام محترم كلام محترم ترجمة نانسي قنقر